البيت الأبيض الأمريكي يناقش تقليص تمويل السلطة الفلسطينية وسط تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية من إيقاف دعم الوكالات الأممية في غزة وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو اجتمع مع مالك شركة بيزك سبع مرات وسط أنباء عن طلقيه رشاوة أخرى في الملف المعروف بملف الهدايا الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره التركي في باريس أصد محادثات ثنائية عن الأوضاع في سوريا وصفقات الأسلحة التركية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموجز الإخباري يناقش البيت الأبيض الأمريكي تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية وذلك في عقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم أنه سيتم فحص المساعدات الميزانية للسلطة الفلسطينية بسبب مواقف الفلسطينيين الأخيرة وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإنه من غير المتوقع أن تؤدي المناقشات إلى قرارات في المدى الزماني المباشر هذا وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا كريس جانس أن الوكالة لم تتلقى أي حتلنة من الإدارة الأمريكية عن تغيير التمويل مضيفا أن واشنطن هي الدائم الأكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين هي منظمة تدعم الإرهاب وتكرس الوضع السيء لسكان خطاء غزة على حد قوله وانتقد الوزير بنت بذلك ما نشر مساء أمس من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء المساعدات المالية للأونروا وتوقع بنت أن تدعم جميع الهيئات الحكومية في إسرائيل قرارا يقضي بتقليس ميزانية منظمة تشغل من وصفهم إرهابيين حمسويين وتخبئ صواريخ داخل مدارسها على حد قوله قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن أي تقليس لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيشكل خطرا على حياة نحو 75% من اللاجئين وحذر الخضري من أن معاناة اللاجئين ستتطال خدمات صحية وتعليماتية وإغاثية وكافة نواحي الحياة العامة ووصف الخضري الأمر بأنه حرب جديدة على اللاجئين الفلسطينيين مشيرا إلى أن المعاناة والأزمات ستطال المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات وبين أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من وكالة الأونر ومؤكدا أن قطع المساعدات عن هؤلاء يعني كارثة إنسانية حقيقية قال محللان إسرائيليا سياسة رد الإسرائيلية في قطاع غزة على مفرق طرق وذلك على خلفية استمرار إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة بتجاه مستوطنات إسرائيلية وبحسب مصادر إسرائيلية فإن قرابة خمسين قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سخطت في مستوطنات محاذية للقطاع منذ أكثر من شهر وذكر المحلل الأسكري في صحيفة إسرائيل اليوم يؤاف لمور أن الأمور قد تصل إلى مستويات رد مختلفة حال استمرار الصواريخ وذلك مع عدم وجود مصلحة إسرائيلية بفتح معركة جديدة وفي شأن آخر فادت وسائل إعلاما إسرائيليا رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيمين تنياهو اجتمع سبع مرات بمالك شركة بيزيك شاول ألوفيتش أثناء تولي نتنياهو منصبة وزير الاتصالات وبيّن كشف عن المواعيد أو عن مواعيد اللقاءات الذي صدر بقرار المحكمة المركزية في مدينة القدس أن اللقاءات عقدت في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة وبحسب موقعها آرس الإسرائيلي عقدت بعض اللقاءات التي جمعت ألوفيتش بن تنياهو على شكل حفلات عشاء وعقدت ثلاث منها خلال جدول أعمال مزدحم حين كان نتنياهو يشغل منصبة وزير الاتصالات الإسرائيلي قالت وسائل إعلاما إسرائيليا أن الشرطة تشتبه بأن رئيس الحكومة بنيمين تنياهو وزوجته لم يكتفي بتلقي السيجار والشامبانيا من رجل الأعمال ميلتشن في ملف الفساد الذي يطلق عليه الملف ألف هذا وتفيد مصادر إسرائيلية بأن نتنياهو حصل على بدلات فاخرة من محل الأزياء الإيطالي والتي تتراوح أسعار منتجاته ما بين خمسة ألاف حتى خمسين ألف دولار وبحسب صحيفة معارف الإسرائيلية فأن نتنياهو حصل على هذه البدلات من صديقا للعائلة وهو المليونير اليهودي الأمريكي سبينسر بارتريج وأشارت الصحيفة لأن بارتريج قد زار البلاد في الربيع الماضي وجرى التحقيق معه من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال وذلك بشبهة تقديم منافعه لنتنياهو وفي شأن آخر استقبل الرئيس الفرنسي منويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الفرنسية باريس لبحث موضوعي سوريا وأوروبا وقال أردوغان أنه سيبحث التعاون الدفاعي مع فرنسا شركة تركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي خلال هذه الزيارة من جهته أكد الرئيس الفرنسي منويل ماكرون أنه يسعى ويدعو إلى العمل مع تركيا لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وأنه سيعمل مع الأتراك على قضية حقوق الإنسان في تركيا يشهد مجلس الأمن الدولي مواجهة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى شرعية نقاش المجلس تداعيات الاحتجاجات الأخيرة في إيران وقد أعلنت رئاسة مجلس الأمن أنها وافقت على عقد اجتماع طارئ بشأن الاحتجاجات في إيران بناء على طلب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من جهته أكد المتحدث باسم سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة أن الاجتماع سيناقش تطورات الوضع الراهن في إيران يشار إلى الحكومة الإيرانية أكدت أن الاحتجاجات انتهت يوم الأربعاء بعد سقوط عدد من القتلى إثر اشتباكات مع قوات الأمن الإيرانية المملكة العربية السعودية تقدمت أموالا وعربت الولايات المتحدة عن اعتقادها أنها تريد إرسال أسلحة من هراء وأربيل إلى إيران وإنهاء الثورة الإسلامية في الشهر المقبل الناس الذين قالوا لا غزة ولا لبنان تحدثوا باسم نيتانياه وهم ليسوا بإيرانيين ولا أحد يهتم بما يقولونه هؤلاء يجب أن يخرسوا وإلى شأن آخر قبلت كوريا الشمالية عرض كوريا الجنوبية بإجراء المحادثات رفيعة المستوى في يوم التاسع من يناير الجاري بدون تعديل وقد عرضت كوريا الجنوبية في يوم الثاني من يناير على جارتها الشمالية إجراء محادثات رفيعة المستوى في دار السلام في قرية الهدنة بانجمون وقال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية أن ذلك قد يظهر نية كوريا الشمالية تحسين العلاقات الثنائية بين الكوريتين بعد أزمة دبلوماسية نتجت عن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية خلال الأيام القليلة الماضية ردت عدة مرات على الاتجاه الإيجابي الأخير للوضع في شبه الجزيرة الكورية وأجعل موقف الصين واضحاً وأود أن أشدد مرة أخرى على أن الصين بوصفها جارة لشبه الجزيرة ترحب وتدعم التحركات الإيجابية الأخيرة التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا لإصلاح العلاقات الثنائية ونأمل أيضاً أن يدعم المجتمع الدولي هذه التحركات وأن يعمل معاً لإيجاد طريق فعال لتخفيف التوتر وتعزيز الثقة المتبادلة واستئناف الحوار ومن كوريا إلى الرياضة حيث كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن الأرقام التي منحت المصرية محمد صلاح مهاجم ليفر بول جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وتفوق اللاعب المصري صلاح على ماني صاحب المركز الثاني بينما حل أوبما يانج في المركز الثالث واستلم الفرعون الجائزة في حفل الكاف في غانا وبحسب الأرقام التي كشف عنها الكاف في موقعه الرسمي حصل محمد صلاح على 625 نقطة مقابل 507 نقاط لماني و311 نقطة لأوبما يانج وبات محمد صلاح ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي الحائز على الكرة الذهبية من مجلة فرنس فوتبول عام 1983 بالتأكيد أنا سعيد جدا وفخور جدا للفوز بهذه الجائزة هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي التي أفوز بها وأنا بغاية السعادة وفخور جدا لتقاسم هذه اللحظة مع صديقي صايدو ماني وأنا واثق أنه سيفوز قريبا جدا شعور كبير بالطبع وأنا سعيد جدا وفخور جدا بذلك شكرا لكم وقبل ختام مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز العناوية البيت الأبيض الأمريكي نقش تقليص تمويل السلطة الفلسطينية وسط تحذير وزارة الخارجية الإسرائيلية من إيقاف دعم الوكالات الأمامية في غزة وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو اجتمع مع مالك شريكة بيزك سبع مرات وسط أنباء عن طلقيه رشاوة أخرى في الملف المعروف بملف الهدايا الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره التركي في باريس وسط محادثات تنائية عن الأوضاء في سوريا وصفقات الأسلحة التركية بعد مشاهدين الكرام وصلنا إلى الختام المزيد من الأخبار والتفاصيل التي تجدونها عبر موقعنا الإخباري وصفحاتنا للتواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة